لما نتكلم عن الحلويات التقليدية لتعد أساس عيد الفطر المبارك ما نقدرش نستغني عنها خاصة في اليوم الأول والثاني أحكينا عن الحلويات ربما لحضرتها اليوم عن أنواع الحلويات التقليدية طبعاً كما قلتك يقولوا عيد الفطر ما نقدرش بدون حلويات تقليدية شك ميزان تلقي فيها يديروا لإبريبارات إذا سنبريبارات لازم تكون محضوطة في المائلات التعنا أنا حضرت لكم اليوم كما كم تشوفوا حلويات عنا معسلة كين جفا كين بلوز عندنا مقاروط الجزائري الغنية عن تعريف البقلة والجزائرية عندنا التارك المسكر عندنا لسابل زيريات وفعلها طيب لما نشوفوا هذه الثراء والموروط الجزائري الخاص بالحلويات التقليدية فيه أنواع كثيرة ووصفات كثيرة أيضاً نشوفوا مؤخراً في سنوات الأخيرة الحلويات التقليدية تبوأت مراتب متقدمة حسب مواقع مختصة في الحلويات وفي الطبخ يعني العالمي كيف تشوفي هذه الأرقام والإحصائيات يعني ماذا ستضيف للمطبخ الجزائري حسب رأيك كما قلت راحت للعالمية طبعاً فخر لنا هذا كجزائريين أنا كصانعة حلوة نشوف أنه من الجيد أنه الحلويات تعنا حسب موقع كما قيست أطلس المقاروط الجزائري تالي المرتبة الأولى عالمياً تالي تعالمياً والتالي الأولى عربياً وإفريقياً هذا نشوفه توجه فخلينا إذا كنتشوفوا الحلويات تعنا راهي تولي معروفة أكتر وأكتر نعم خاصة لما نتحطوا عن صناعة المحتوى الخاص بالطبخ اليوم نشوفوا أنه فيه العديد من الشباب والشبابات الجزائريات مختصين في هذا المجال ويقدموا محتوى في المستوى خاصة من خلال سواء الوصفات أو طريقة التقديم والتصوير كذلك كنت من بينهم أيضاً جزائري نعم أنا كصنعة محتوى أنا من ديش الحلويات فقط ولكن جايسة نروج القاط والتعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي سيزيد العالم بكله سيعرفوا عن طريق هذه المواقع نصنعوا المحتوى ونروجوا التاريخ والحلويات التقديمية الجزائرية طبعاً بالحديث عن الحلويات وعن موضوعنا لها اليوم جاز ينتكلموا أيضاً ربما عن الوصفات الجديدة والحلويات العصرية ما تشوفيش أنه فيه بعض الوصفات بمكونات جديدة وأنواع حلويات جديدة كذلك ما تشوفيش أنه يمكن أن تهدد الحلوة التقليدية الجزائرية بالعكس أنا نشوف أنه العصر أنا ولا نقوله حلوية حلوة كتكون جديدة حتعطي لها روح جديدة لهذاك القاطو بانكين اللي يحبوا قاطو يقعد خادي سوريل وكان يحبوا بهذه اللمسة العصرية مثلاً مثل المقارض الجزائري رغم يديروه بلوم والكي ما حضرته أنا بزاف لم يشوفوا فيه شباب أعطلوه شغل روح جديدة لكن الناس يحبوا هذا التوش اللي تكون نوفا لنا وحتى تعطي لها لمسة جديدة الحلوية التانية وكل واحد هو الرأي يتاعه طبعاً أدواق كذلك من طرف الزبائن وفيها أيضاً إقبال على الحلويات العصرية طبعاً ويجستر مهدوش قوات الكبليكين بزاف اللي يحبوا دوكال التوش هذيك جديدة يشوفوا بلسه بخيسة يشبه حاجات تعطيلها تعطيلها انتوش سبيسيال ربما ما هي أبرز الأنواع التي تقبل عليها العائلات خاصة في هذه المناسبات نشوف أنه ما يقدرش تستغنوا على المقارض الجزائري حاضر في كل طاويلات الجزائرية نعم مقارض العسل يعني طبعاً وفيها أيضاً حلويات أخرى تعلق بزريات ولا مقارض تشارك المسكر كذلك في بعض العائلات تقولك أنه أساس المائدة الجزائرية خلال عادة الفتر نعم تشارك المسكر يا أنجاني غال حلوية كاملة حلوية التقليدية الجزائرية تعني قعبنا سمع ما نقدرش نصغر أنا لو كان جيليا كصانعة حلوان نقولك باللي قعبنا سمع ما نقدرش ميرا ما جويته يحبوا المقارض يحبوا تشارك المسكر كما قلت نعم طيب لما نتكلم عن الوصفات وصفات الحلويات التقليدية الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويجها كذلك عبر مختلف المنصات نتكلم أيضا عن مشكل تقع فيه بعض المختصات أو مختصين في صناعة الحلويات التقليدية هو نسب بعض الحلويات لدول أخرى لما نشوفه أنه فيه تعليقات تنصب حلويات جزائرية إلى دول أخرى ربما كيف تشوفي هذه المشكلة وكيف يمكن أن نحافظ على الحلوة التقليدية الجزائرية نعم أنا كما قلت لك صانعة محتوى على سخطة على الأنستغرام يجوني بزاف تعليقات أنه هذه الحلوة مهيش جزائرية ولكن أنا جايسة لماكسيمون باش نروج التقافي الجزائرية عن طريق الهاشتاغ مثلا نكتب أنه مقروض الجزائرية هاشتاغ بقلاوة جزائرية مش تقعد وترسخ لهم ممسي زعمدوك هذا حتيتو البارح غدوها منك نزيد نعاود نحط ونكتب أنه هذه الحلوة جزائرية 100% عن طريق الهاشتاغ عن طريق الفيديوهات نقعد أشاك فن نحطوهم جميل طيب جازية من سال شابة جزائرية في مقتبل العمر دخلت مجال صناعة الحلويات التقليدية ربما في الماضي لما نتحطونا حول هذا المجال صناعة الحلويات التقليدية يروح بالنحو نساء يعني مختصات في هذا المجال يعني كبار في العمر ولكن اليوم نشوفه أنه فيه شابات جزائرية يقبلنا على تعلم هذا المجال حكينا تجربتك وقصتك كيف بدأت مع هذا المجال كما قلت دوكار جيني غالما رهم الشابات يديروا الحلوة وهذه عفصة إيجابية أنا بوما كنشوفوها دي فيه ولا ما مرجال صغار يديروا الحلوة ويتقنوها أكثر من الكبر وعليش لا لا نشوفو باللي هذا الوقت اللي أنا فيه سهلنا قلوز عما كيين معدت سهلونا كيين ديمول بعقزمبي سهلو يتقدر يديريهم تربحي الوقت ومالتون حتى تطيلك ينتوش شابة في نيسون شابة أنا جو سيبوغ هذا العفصة مشيزة عما لازم كل حاجة تتخدم بليد سينا برابور على الوديبوتائي سينا نقول لهم حب أكثر من موهبة هذه السنعاش غل حبيتها ودخلتها بكل حب ونتقنتها كيف كانت ربما البداية يعني تعلم هذا المجال وخاصة حلويات تقليدية اللي ربما هي صعبة يعني نعم في أي مجال مكاش صعوبات مكاش صعوبات ما وش نديرو نحيو هذوك صعوبات مكسيم نخموه بوزيتيف نحيو من ناسنا اللي يزيد هذوك اللي ماشي منح كامل نروح بعد قصة أنا بديت حليت لعباشتائي ما خممتش في العفايس اللي ماشي منح على البالي اللي حي عم قدامي حيجو بزاف عفايس كبار ما أنا قلت معليش نحيو نحطها والحمد لله يا ربي ربي يوفقني وإن شاء الله ما زروا يستنى في المستقبل إن شاء الله طبعا بتوفيق جازيان تكلموا أيضا ربما عن رسالة تحبيت توجهيها للشباب أو شبات الجزائرقات اللي حابين يدخلوا هذا المجال ولكن عندهم شوية تردد تقول لك خايفين من هذا المجال وخاصة أنه فيه منافسة كبيرة طبعا نقول لهم أنه جميع تتردد ومن ممسي يكون هذك تردد نديروا هذك بخميبا بس كل وفات اللي تبدأ يديري طبعا نتكرموا أيضا في طهرة ترويج للحلويات التقليدية وللمطبخ الجزائري ما فكرتش أنه تشاركي في معارض وطنية أو حتى دولية لتعرف بالحلويات التقليدية الجزائرية لا أكتوالما لا أعتقد لكن لماذا في المتحدث إن شاء الله يربي أو حتى يعني مشاركة مع صناع محتوى طبخ من دول أجنبية لا أعتقد لذلك ولكن لفرصة بالطبع لأننا نرى المهمة أن نرود الحلويات التقليدية الجزائرية طبعا صيدة جزية منسل مختصة في صناعة الحلوية التقليدية ترك لك الكلمة الختمية وتحيات ودينة وجهة للعائلة الكريمة الله شكرا أمير على هذه الاستدافة شكرا قناة النهار صحيتكم كل عام أنتم بألف خير أوجه رسالة لعائلتي عائلة منسل عائلة شادولي كل عام أنتم بألف خير تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله شكرا أميرا شكرا أميرا